السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبركة للسيدة محمد وعلى اللي وصحاب الغرل المايمين أزيكم سنة ربعة عاملين ايه يارب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله مكملين يونت فور الوحدة الرابعة هناخد فيها لسن ثري الدرس التالت اسمه ايه وحابة أقول لكم حاجة الناس اللي مش عارفة قوة من التشغيل سواني هوريكم قوة من التشغيل بنجيبها ازاي بصوا كده حبيبي ادي شكل القناة اهو بيبقى مكتوب فوق الصفحة الرأسية بتجيب من هنا كده الفيديوهات بعدها كده قوامة تشغيل دي قوامة تشغيل اهيه لو فتحتي اي قايمة من دول اي سنة هتلاقي ان كل الفيديوهات اللي انا عملاها مقسماها كل سنة لها الفيديوهات بتاعتها تمام كمان سنة ربعة هتلاقي كل الفيديوهات بتاعتهم موجودة هنا تمام وموجودة كلها بالترتيب اهو كل سنة من السنين موجودة كلها بالترتيب خلاص اعرفتوا قوامة تشغيل بنجيبها ازاي بتجيب من فوق زي ما هو موجود تمام اهو الفيديوهات والقايمة الرئيسية وبعد كده قوامة تشغيل والمنتدى كمان بنزل لكم عليها ساعات اسئلة والفيديوهات وكمان في بيبقى فيه استطلاع رأي وكده فالناس بقى اللي سألتنا على قوامة تشغيل بنجيبها من اين اهو تعالوا بقى نرجع للفيديو بتاعنا تعالوا بقى نبدأ ونون بسم الله ونشوف الدرس بتاعنا ايه سهل جدا وبسيط ممكن تلوه فيه كلمات كبيرة بس سهلة الفيديو اسمه ايه العنوان اسمه ماي تاون ماي تاون يعني مدينتي مدينتي بيقولي بقى ايه giving directions giving directions يعني اعطاء الاتجاهات قرب لكم الكاميرا اعطاء الاتجاهات ازاي يعني مثلا واحد بيسألني على الطريق هقوله لفي مين لفي شمال مش عارفة امشي على طول تمام ده على الزاوية ده لفي مين لا ده تاني شمال ده تاني مين كده ازاي بقى قول الحاجات دي in english بالانجليزي طيب طالوا اول حاجة كده منحفز اول اتنين دول عشان سهلين كلمة turn right turn turn بلاش turn 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 left turn left تمام حاولوا تفتحوا اتجه يمين يتجه يمين يعني اتجه يمين لفي شمال هنا تاريخ اتجه يمين يعني لفي يمين ثانية اتجه يمين ودي العالمة بتاعتهم بص على يدي اللي باكل بيها اليمين يبقى turn right وكلمة right ال G مع ال H silent يبقى R I G H T بس أقولها right right وright برضو معناها صحيح أو حقا وبردو معناها ييمين كل ده معناها كلمة right كلمة turn left اتجه يسارا سهلة جدا هنا بقى لما أقوله امشي على طول ولا تحودي من بقى ولا شمال ولا تلف من ولا شمال يبقى قوله ايه go straight ahead go straight ahead اهو شكل الساهم بقولك امشي على طول لكن هنا لفي من هنا لفي شمال برضو straight نفس الكلام بتاع right ال G مع ال H في الاتنين ما ننطقه مش يبقى هنا go straight ahead go straight ahead تمام هنا بقى يمس بيقولي it's on the corner it's on the corner it's on the corner يعني انه في الزاوية يعني زي ما احنا بنقول كده بالمصري على النصية تمام يبقى كلمة على الزاوية يعني حاجة طلع كده على النصية هنا بقى لما أقوله خد المناطة في الثاني يمين أو خد المناطة في الثاني شمال هنا عشان الاتنين دور ناحية اليمين فهقوله take خز يعني take the second right تمام خد المناطة في الثاني يمين طيب لو عايزة أقول شمال هحوش كلمة right وحط left طبعا أنا عايزة أقول الأول هحوش second وحط first تمام يبقى دي اسمها ايه take the second right take the second right يعني خد المناطة في الثاني تمام كده تعني قرح مع بعض تاني يبقى هنا اسمها ايه كل ده اعطار التجهات given directions والش ال-t-i-o-n تدينه شن يبقى given directions هنا take the second right take the second right turn left turn left go straight ahead go straight ahead turn right turn right it's on the corner it's on the corner تمام طيب عندي بقى هنا extra vocab كلمة زيادة عندي كلمة مدقر store store مكان place place نادي رياضي sports club sportist club ومعنوش sport لان انا بقول الحاجة دي بوصفها ان هي رياضية فاحط في اخر كلمة sport s تمام طيب عندي الناحية التانية محطة station station برضو شن زي في كلمة direction t-i-o-n هتدينا chan مدينة صغيرة town town طيب كلمة جنوب يعني south south تمام تيم علي ايش هتدينا th عندي بعد كده تعبيرات والحروف جر مهمة نقرب بقى الكاميرا كده ونشوفها هنا ما يقولي انه مكان جايد للعيش فيه يعني مكان كويس ان انا عيش فيه اقولها ازاي it's عشان طبعا هو مكان يبقى غير عاقل it والit بتحيب ال is it's a good place to live in to live او to live in يعني تعيش فيه يبقى it's a good place to live طيب بالقرب من منزلي يعني حاجة قريبة من بيتي near my house near my house على الجانب الاخر on the other side on the other side يعني على الجانب الاخر يعني لو بتكلم بقى وبعمل مثلا paragraph كده فهقول on the other side على الجانب الاخر واكتبها اللي أنا عايزه طيب بالسيارة buy car احنا قلنا وصل المسارات كلها تاخد قبلها buy زي buy car buy bus buy train وهكذا طيب النحية التانية كلمة معذرة excuse me excuse me excuse me أنا سعيد جدا I'm so happy I'm so happy يأتي لي come to come to أراك لحقا see you soon see you soon شكرا thank you thank you أمو كنت اسمها thank you تمام طيب بس دول مع أهل البلد نفسها طيب هنا بقى تعالوا بقى نشوف هنا الكلمات والصورة دي ونشرح بقى إيه اللي موجود فيها بيقول لي إيه look listen and read جايب صورة بقى مكان وجايب طريق وبقى هنقوله بقى لفي منه مش عارفوا إيه ودي شكلها إيه مدينة أهو عندي الألماكن اللي خدناها المرة اللي فاتت يا أولاد عندي كلمة station يعني محطة ومول وخاصبتال هنا في مستشفى طيب تعالوا نشوف بقى هو بيقول إيه بيقول I love my town I love my town يعني أنا أحب مدينتي It's small إنها صغيرة يعني هي مدينة صغيرة But it has stories offices a school and many other places بيقول هي صغيرة تمام بس فيها has stories إحنا هنا الستور اللي هو المدقر فالستور ستبقى متاجر كتيرة offices يعني مكاتب مدرسة وكمان فيها ماكن تانية موجودة فيها It's a good place to live مكان كويس أنت تعيش في I walk to school every morning يعني بيقول أنا بمشي إلى المدرسة كل صباح يعني بيروح للمدرسة مشي على I walk them My school is next to the hospital بيقول أني مدرست جنب المستشفى طيب بعد كده بيقول لي next to the hospital جنب المستشفى there is a park جنب المستشفى في حديقة I often play football in the park with my friends بيقول أنا غالبا برعب كرة قدم في الحديقة مع أصدقائي Near my house جنب بيتي there is a super market في super market جنب بيته It's between the station and the sports club بيقول ما كانوا فين بقى السوبر ماركت ده بين محطة الكتار والنادي الرياضي يعني هو في النص طيب The shopping mall is on the other side of the station بيقول أن المركز التسوي بقى الكبير ده اللي هو المال بيقول على الجانب الآخر من المحطة يعني الناحية التانية So the station is between the super market and the shopping mall بيقول عشان كده المحطة بين السوبر ماركت وبين المال My dad's office is in front of the park بيقول أن مكتب بابا in front of يعني أمام الحديقة وإحنا أخذنا حروف الجر المرة الفاتحة It's next to the post office يعني بجوار مكتب البريد تمام طبعا عشان الكاميرا مش هتجيب الاتنين مع بعض فأنتو لم تجدوا قروها قولوا المكان ده جنب ده يعني إحنا قلنا المحطة بين السوبر ماركت وبين المال أهو قال مكتب بابا جنب البارك الحديقة وكمان قال الهوصبيتال جنب البارك فأنتو طبعا هتقروا هتقروا هتقرواها مرة كمان وتعلموا بقى على الأماكن تشوفوا هالفعلا ده موجود هنا عشان تعرفوا بس ده جنب إيه وين فرانت أوف وكمان نرجع على حروف الجر وإحنا بنقرأ تعال نشوف الصفحة اللي قرأها كمان هنا في الصفحة الثانية جايب لي برضو صورة أماكن وجايب عليها ريدنج تمام هحاول بعد الكاميرا كده واشرح لكم القراية مع المكان طبعا هنا بتقول لها hi dina i'm so happy you are coming to my house today بتقول لها انا سعيدة جدا عشان انت جايا بيتي النهاردة here are some directions بتقول لها هديك شوية اتجاهات عشان تعرف البيت بتاعي بتقول لها from the corner of south street with latif street go straight ahead بتقول لها هديك تعليمات عشان تعرف البيت بتاعي بتقول لها من الزاوية او من على النصية من جنوب الشارع مع شارع مين لطيف بتقول لها go straight ahead امشي على طول تمام طيب take the second ride to عبدالوهاب street بتقول لها خد المنعطف التاني يمين يبقى احنا عندنا هو ادي منعطفين من ناحية اليمين ايدي اللي باكل بيها اهو من ناحية دي تمام بتقول لها في شارع عبدالوهاب طيب وصلنا لحد هنا اهو بتقول لها go straight ahead برضو كمان امشي على طول turn left لف شمال اهو تمام at the supermarket هتلاقي السوبر ماركت اللي لونه اورنج ده فبتقول لها my house is between the supermarket and the school هبتقول لها منزلي بين السوبر ماركت والمدرسة يبقى بيتها اهو وده تمام فهمتوا كده يبقى طبعا الصور دي هتلاقيها واضحة اكتر في الصورة اللي فاتت تمام ده مدرسة سكول خلاص اهي دي المدرسة السكول والسوبر ماركت هنا خلاص وبتها هي في النص تمام كده طيب تعالوا نقراها مرة كمان عشان تسمعوها مني وتقولوها انتو الوحدكم اهو ربها الكاميرا عشان تشوفوا الكلمات بتقول لها ايه hi dina i'm so happy you are coming to my house today here are some directions from the corner of south street with latif street go straight ahead take the second right to abdul wahab street go straight ahead turn left and at the supermarket my house is between the supermarket and the school see you soon فريدة طبعا هي بعت لها هنا ايميل ان شاء الله ما تكبرو هتعرفوا الايميل ده بنستخدمه ازاي فبتقول لها بقى اراقي لاحقا هنا خلاص بتقفل معاها فبتقول لها هشوفك بقى قريب وكتب اسمها تحت فريدة يبقى اسمها فريدة وبعتل صحبتها مين دينا تمام تعالوا بقى نشوف هنا تحت طبعا هو هنا ترجم هناك عربي اهو خلاص هنا بقى بيقول لي تعالوا بقى نتبادل الادوار ونتكلم ونقول فين كذا وانتوا تقولوا بقى بين كذا وكذا طب ليف في مين طب ليف في شمال هتدوا بقى ايه ديريكشنز هتدوا اتجاهات فتقولوا بقى ليف مين وليف شمال وهكذا تعالوا نقراها ونتعلم ازاي ان احنا نرد وند اتجاهات بصوا كده يا ولاد لما يجي اسأل لحد عن مكان انا بالمصر كده بقولوا لو سمحت فين كذا فكلمة لو سمحت عشان بطلب منه حاجة فلازم اطلبها منه بادب يعني فهقول excuse me excuse me يعني عفوا او معذرة او لو سمحت فهقول بقى اين كذا كلمة اين دي يعني where where تمام لحد ايه طيب ايه يا مثل ابسترو في اس ده ده فعل مساعد is فبقول where is او where is على طول تمام يا اكتبها where لوحدها واسيب مسافة وكتب ال is او ان انا اضم الاثنين وطير ال i وحط مكانها ابسترو فيه تمام وبعد كده اقول the واجيب اخذين اماكن كتيرة لشوبنجمول سكول حسبيتال فاقول اي مكان منهم فيهمتو كده بنعمل السؤال از يبقى بقول where is عشان دي حاجة مفرد وبعدين the اللي هي l واجيب المكان براحتك هنا سألوا على post office مكتب البريد طيب قدك اتجاهات على اي اساس براحتك عيش تقول لباليف يمين امشي على طول براحتك ممكن تديله التجاهين بس عادي عايز تكتر براحتك تمام طيب فهي هنا بتقول له لو سمحت او معذرة في المكتب البريد فردت عليها صحبتنا قالت لها go straight ahead go straight ahead يعني امشي على طول في خط مستقيم ما تلفش لاشمال ولا يمين turn right turn right بعد ما تمشي بقى على طول قالت لها لفي مين يبقى هتمشي كده take the second lift زي ما تقولها يعني هتلاقي اتجاهين عندك خدي المنعطف التاني شمال it's on the corner انه على الزاوية او في الزاوية او على النص يعني فطبعا بعد ما هتخلص هتقول لها thank you thank you خلاص كده طيب تعالوا نعمل مع بعض سؤال في الحطة الفاضية دي ونجاوب عليه انا طبعا هقولها excuse me خلاص انا هكتب السؤال على طول عشان بس المكان where is the مثلا hospital لو انا بسأل على مكان المستشفى وطبعا عشان ده سؤال فهحطله في الاخر question mark علي ما تستفهم طيب لو هقول لها مثلا انا ممكن ادي اتجاهين بس او تلاتة براحتك بس عشان تعرف تامن السؤال وتجاوب عليه تمام فمثلا هقول لها امشي على طول وبعد كده مثلا لفي شمال فهقول لها ايه امشي على طول go مش لازم تبدأ بكلمة go straight ahead ممكن اقول لها turn left وراح بغضى احطوا نقطة وبعدين اقول لها go straight ahead بعد بتلف في مين امشي على طول عادي تمام طيب هقول لها go straight ادي straight اهي والحرفة مش بننطقهم في الاخر تي go straight ahead يعني يمشي على طول وحطوا نقطة وبعدين اقول لها مثلا turn مثلا left او turn right اي حاجة انت بقى عايز تغير وتقول لها ده عن ناسية مش عارفة اخد المناطة في التاني شمال او يمين as you like تمام كده فان شاء الله كده يبقى معكم مواجب تكتبولي بقى عن منتدى او تكتبولي في الكومنتات ازاي عملتوا سؤال وجوبتوا علي بايه خلاص فده معكم همورك اعملوا لي سؤال على اي مكان وجوب عليه الدنيا اتجاهات وطبعا عشان لما بخلص بشكره فهقول له thank you تمام كده تعالوا بقى نشوف الصفحة اللي معا الصفحة التانية بقى اولاد general exercises on on three general exercises يعني تمارين على الدرس التالت زي ما انتو عارفين بنفتح التمارين او شكل الانتحان بيبقى اول حاجة listen وبنسمع وبنشوف دي true or false صح ولا خطأ تمام طيب اول واحدة بيقول لي there is a park in front of the hospital بيقول لي في حديقة يوجد حديقة امام المستشفى فاحنا هنسمع ونشوف هالكلام ده صح ولا غلط اتنين my school is next to the park بيقول لي مدرستي بجوار الحديقة رقم ثلاثة I often play خلي بلكم كلمة often التى silent تمام ما بقولش often اقول often I often play football with my friends بيقول انا غالبا ما بلعب مع اصدقائي كرة قدم تمام تعالوا بقى نجيب الليسن من وراء ونسمعو طبعا انا زي ما قلت لكم الليسن انتم مش هتقروب ده ماما او لو بتحلوا ورايا هتسمعو مني وتحلوا طبعا احنا في unit 4 lesson 3 اهي بيقول اي my school is next to the hospital مدرستي بجوار المستشفى طب يا مسي ده اول واحدة مش كده احنا مش بنمشي بالترتيب انا بقول لك قطعة تمام سطرين ثلاثة كده وانت بتشوف يا طرفين اول جملة الاولى ولا تانية ولا التالتة ده المس قالت my school فين بقى الجملة اللي فيها my school اهي my school is next to the park طب اسمح كده اشوف المس قالت بارك ولا قالت ايه المس قالت my school is next to the hospital الله ده في كلمة مختلفة يبقى غلط على طول انا هنا قلت المدرسة جنب المستشفى وهنا بيقول لك المدرسة جنب الحديقة لا يبقى الجملة دي غلط تمام ايه مش معايا حالته الاولى الاول التانية التالتة مش مهمة على حسب ما تسمع يبقى تاني واحدة هنعملها false تمام طيب تعالوا نكمل بيقول ايه next to the hospital جنب المستشفى there is a park يبقى big war المستشفى في الحديقة I often play football in the park with my friends وبيقول غالبا ما بلعب كرة قدم في الحديقة مع اصدقاء تعالوا هنشوف الجملة التانية اول حاجة بيقول لي ان البارك امام المستشفى احنا قلنا امام لا ده قال لي هناك institute يبقى برضو الاولى false خطأ بعد كده بيقول انا بلعب كرة قدم مع اصدقائي اه قالي بجملة دي فعلا يبقى true فهمت الليسن كده بنحله ازاي سهل جدا وجميل وثلاث درجات من الهوى طيب هنا بقى بيقول لي match هنوصل بيقول لي نادرز town is مدينة نادر مالها طيب رقم اثنين there is a park يوجد حديقة رقم ثلاثة my house منزلي الناحية التانية بيقول لي near my house بجوار منزلي بعد كده is between the station and the sports club بيقول بين المحطة والنادر رياضي وبعد كده on my house على منزلي و small صهيرة طيب احنا قلنا المدينة بتاع نادر هتبقى ايه small مالها يبقى هنا هنكتب number one طيب بعد كده there is a park you got حديقة هتبقى near my house ولا is between the station and the sports club ولا on my house ما ينفعش on my house خالص ولا is between لأنه هو هنا جاب there is you got a park you got حديقة مش ينفع عرجع اقول له تاني is تمام فهتبقى near my house جنب منزلي بعد كده my house بيتي بقى عشان هو مفرد ياخد ايه ياخد is yamis يبقى بين المحطة وما بين النادي الرياضي خلاص يبقى on my house مش هناخدها بعد كده اولاد السؤال التاني ده جايب لي طبعا هنا اربع كلمات وانا بشوف مكانها صحيح بحطها اول حاجة طبعا بيقول لي كلمة walk يمشي learn يتعلم place مكان و stories اللي هي المتاجر بيقول لي I love my town بحب مدينتي it's small صغيرة but it has no ut لكن فيها ايه لو رجعت القطع اللي احنا قرناها مع بعض اصطرف تحلوها فقروها مرة واثنين وبعد كده ارجع هتعرف تحل دي على طول قرنا فيها stories و offices وكمان school وماني places وفيها اماكن تانية فكلمة stories هنكتبها هنا لو انت قطك كبير اكتب هنا number one ماشي يرقمها خلاص يبقى stories كده احنا خدناها طيب هنا بقى بيقولي it's a good not to live انه ايه بقى جيد عشان نعيش فيه يبقى place مكان جيد عشان نعيش فيه i not to school every morning قال انه بيعمليه المدرسة كل يوم الصبح يبقى i walk خلاص كده يبقى احنا مش هناخد وبعد يقول my school is next to the bar مدرسة جمج الحديقة تعالوا الناحية الثانية هنا هو متحان سريح كده او exercise سريع طبعا rearrange the hospital to next my school is is مش is تمام طيب هنبدأ طبعا بكلمة my my ما درستي my school مش هينفع the my the school لا يبقى مش هتنفع المكان ده فهاخد المكان التاني هنا school ال school طبعا يا ولاد مفرد فهتاخد is مدرستي تكون مالها بقى next to احنا طبعا عارفين كلمة next يجورها to خلاص ما فضل لش غير hospital يعني مدرستي بجور المستشفى تمام كده طيب رقم اتنين بيقول لي second the take right لو حفظت الكلمات هتعرف تجيب الجملة دي طبعا take بيقول لك خوز المنعطف التاني take المنعطف يبقى the والتاني second وبعد right ونحط نقطة في الآخر بعد كده رقم ثلاثة بيقول لي post the office is where هنبدأ طبعا بها دلتا الاستفهام هات الفهم المساعد هيبقى is وبعدين that سبت معي اللي احنا بنعمل سؤال تكوين سؤال وبعدين post office عادي لو غلط عادي لو غلط اغلط اغلط وتعلم تاني زي ما أنا كنت اغلط دلوقتي وهكتب office ما فيش مشكلة اغلط مرة نتعلم المرة التانية هنا بقى عندي رقم خمسة بيقول choose اختار اول حاجة بيقول لي is بيقول لي نقط right the park is on the left طيب كلمة right احنا خدنا قبلها كلمة left كلمة left ده او دور كلمة turn turn right او turn left طبعا نحفظ الكلمات وبعدين حل فاول حاجة هنا تبقى it's not the corner قلنا على النصية او على الزاوية كلمة على يعني on طيب نقط is the supermarket it's on the left بيقول لك على الشمال يبقى انا باسأل على مكان و لما اجأس على المكان باس تخدم اداة الاستفهام where بعد كده بيقول لي my dad's office is not out of the park سلم باع الحلة هيبقى ممتاز لا سوانا كده احنا رقم 3 اه تمام احنا في 4 بيقول لك المكتب بتاع بابا مش عارف off the park طيب ايه مسل يجورها off تعالوا نشوف كده عندي next يجورها off لا the next يجورها two طيب عندي between behind لا ما عندي ش غير من in front off تمام اهو طيب بعد كده هنا بيقول bank tweet the following هنعمل طبعا هنضع علامة التركيم بيقول لك excuse me where is supermarket طبعا هنبدأ بكلمة excuse use تمام اهي وبعد me واخدكم ما زي ما هو شغال وما فيش اي حاجة تاني هتتعمل غير question mark اللي في الاخر تمام وحط question mark وحط له تحت شرطتين خلاص كده سنة ربعة كده الدرس الثلاث خلاص جميل وبسيط وسهل وان شاء الله بإذن الله هنتابع برضو مع بعض لحد من خلاص المنهج على خير ان شاء الرحمن اشوفكم فيديو جديد قبل ما أقفل ان شاء الله بإذن الله لنسا طلبت منه مراجعة احتمال بكرة ان شاء الله رجع على الوحدة الاولى فلو اي حد فاتو اي حاجة في الوحدة الاولى يتابع بقى معي بكرة ان شاء الرحمن هرجع على الوحدة الاولى عشان الناس اللي هتمتحن على شهر 11 لو لسه ما امتحنتم شاء فان شاء الله بإذن الله رجع لكم بكرة على الوحدة الاولى اشوفكم بعد فيديو بديو ان شاء الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته